أم عبد الله أيضا من السعودية تقول لو شكيت في عدد سجدات الصلاة مثلا وأنا في الصلاة ماذا أفعل أم عبد الله بارك الله في عندنا قاعدة مهمة جدا لك و لكل من يشاهدني و يتابعني الآن فيما يتعلق بالشك في أركان الصلاة في الصلاة أي إنسان يشك في ركن من أركان الصلاة وهو في الصلاة فإن هذا الركن كتركه يعني كأنه غير موجود لا بد أن يرجع لي و عندنا قاعدة في الشريعة عظيمة اليقين لا يزولوا بالشك إذن يبني على الأقل فيما لو إذا حصل مثلا السجدتين الآن أنت تقولين والله أنا شكيت بأني سجدت ما سجدت سجدتين و إنما سجدة واحدة تبني على الأقل سجدة واحدة و يجب عليك أن تأتي بهذا السجود و بعدين تسجدين للسهو قبل السلام و لو سجدت بعد السلام ما عليك شيء واضح يعني أفترض الآن يا أم عبد الله أنت في الركعة الثانية لما قمت تقرأين الفاتحة شكيتي تقولين أنا والله ما أدري سجدتين ولا سجدة حا صار عندك شك إذن تبني على الأقل ترجعين مباشرة مباشرة تجيبين السجدة و تقومين لركعة الثانية و بعدين تسجدين للسهو لأن من شك في عدد السجدات فكترك المشكوك فيها بشرط أنبه على أن لا يكون وسواس لأن من الناس و للأسف عنده وسواس كل صلاة لازم يشك فيها لا هذا له علاج آخر أما أنت لا نقولك ترجعين للسيدة